مع دخول موسم الحج يعكف عشرات العمال السعوديين على صناعة كسوة الكعب المشرفة الموشى بأيات قرآنية مكتوبة بخيوط من ذهب وفضة في مصنع مخصص فقط لهذا الغرض بمكة المكرمة حيث تتزين الكعب برداء جديد من الحرير مبطن بالقطن في يوم عرفة من كل عامة استالك فتبض واحد حوالي 120 كيلو جرام من الذهب و100 كيلو من فضة أما الحرير فيستالك 670 كيلو جرام من الحرير التكلف حوالي 20 إلى 25 مليون ريال وقضى أغلب العاملين بصناعة الكسوة حياتهم في المصنع الواقع في منطقة أم الجود بمكة وكثير منهم على وشك التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة لكن القائمين يعملون حاليا على إعداد جيل جديد شاب من الصناع ويعود تاريخ كسوة الكعبة إلى ما قبل الإسلام واستمر هذا التقليد على مدى الحقب الإسلامية المختلفة وحتى يومنا هذا ومنذ العام 1962 للميلاد والكسوة تصنع داخل المملكة بأيدي سعودية 100% وتمر عملية صناعة الكسوة بعدة مراحل بدءا من الصباغة مرورا بالنسيج الآلي والنسيج اليدوي والطباعة والتطريز وحتى حياكتها وتجميعها وتستهلك للكسوة نحو 670 كيلو جرام من أجود أنواع الحرير الخامة الأقسام أول قسم قسم التحلية بعدين انتقاء من ما وتصفيته أول قسم التحلية ثم قسم المختبر ثم قسم المصبغة ثم قسم الآلي ثم قسم اليدوي ثم قسم تجميع الثوب هذا يسمى الكسام المرع لها الثوب كامل ويشارك نحو 200 شخص في صناعة الكسوة على مدى نحو 9 أشهر في المصنع ولأهمية الكعبة لدى عموم المسلمين تولي المملكة كل هذا الاهتمام بكسوتها كل عام وتستقبل المملكة أكثر من مليوني حاج هذا العام يتدفقون على أقدس بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وبعد انتهاء الحج تقطع الكسوة القديمة إلى قطع صغيرة وتوزع على شخصيات بارزة ومنظمات دينية تعتبر هذه القطع تراثا نفيسا ترجمة نانسي قنقر